السلام عليكم الإخوان تمنى أنكم تكونوا بخير والأخير مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو دي اليوم كيف مشتم العنوان غادي نحاول انني نتكلم على كيف اشتخذ يعني الـ نون كريميلان ريكورد او البوليس كليرانس يعني من هنا من الصين او شهادة السوابق او يعني كين بزاف ديو التسمية اللي كالتعطى يعني هادي كيباش تاخدها من الصين بنسبة للناس اللي كيكون يعني في الصين حيات كادي المشكلة هذا كين بزاف ديو المغربة كيبو يواخدها وما عارفين ش منين ياخدوها واش ناخدوها من الصفارة واش ناخدوها من عند البوليس واش ناخدوها من المغريب واش ناخدوها من عند كين بزاف ديو التساؤلات اللي كتكون عند الجالية المغربية اللي كينها هنا في الصين او اللي حتى بنسبة الجلية اللي كتكون في الدول يعني اللي كتكون مختلفة. بالنسبة هاد الشهادة هدي ومن غير هاد الموضوع هذا ان شاء الله غدين تكلموى له لوحد موضوع واحد اخر لي هو خاص تولود بنسبة طلبة بنسبة يوم واحد شهادة واحد اخر اللي كاي اخدوها اللي هي كتسبة النقط. وشنو الفرق ما بينها وما بين هاد شهادة هدي. وغدين ت一个 عatedale جديد بنسبة للرجوع ديل الطلبة. نكمل في موضوع اللي اللي تتكلمنا عليه هو بنسبة هاد شهادة هديison ديال من ريكورد الاني كان اخدقها هو هذة. ماذا تحتاجها? الناس تحتاجها بالنسبة لانه باش تخدم. او باش تعديل الخدمات لها. اكنا الناس تبغيها باش تمتيل الجامعة باش مشي من الجامعة لجامعة. او اللي تبغيها تدفع لبورص. لونك تحتاجها تشاهدها هذه. كالي بلاس انه فيما يطلب العائلة دي له انهم يصيبوا في المغرب. لون كرا يقدر يصيبها هنا. لكني منزل الناس اللي ما عارفين وانهم يقدروا يصحبوها هنا ويدفعوها في الدوصي ديها لهم. ويدفعوها يطلبوها Kush كيف تصابحه هنا كيف لا تصابح دوسع مدىقه فقط أولا تصابح هذه السوابق anything is said or police clearance تصابحها بتاعي هنا يعني هذا هو الذي كان الزوضة بالنسبةل لهذا بالنسبةل الحديد بهذه السماية كيف مثل مثال بمثال و MEX في الحالة ستكون هنا هي الرقم يعني من الامتق فيها تلك الأتاريخ و حصلت image هذه الا keeping us for the لا تأتي حسبنا اللي عندي اخذتها من عند يعني الشرطة الحدود او البلاصة اللي باش تعرفها باش تكسالها البلاصة اللي سيبتي فيها النهار لو الاقامة ديالك هذيك البلاصة هي لا تأخذها منها يعني كنتمشي لتماء. اه هذي يعني كيف ما اكون نقول لكم مع دي الاكزمبل هنا باللغة الصينية تقدر تضير لي الترجمة للغة الانجليزية ما كانش الاشكال. اه كتكون هذي كتبت انك داخل الصين اه يعني من اول نهار دخلتي في للصين حتى اليومين اه هذة. يعني تال اليوم انا درت فيه الغالت الشهادة هذي. اه كيكون فيه لزام فرق اسمية ديالك كيكون جنسية ديالك تاريخ الزي side ديالك اه حاجة اخرى رقم самого السفر ديالك. اه الحواج اللي مهمة لي باش تطلبها تشهادة هذي. كي طلبوا لك نصخة من سفر ديالك. بالنسبة للوكة ديالي انا ايك كانوا طلبوني ايه اه نصخة من سفر الجديد وما كنت عارف حد كنت عندي تجوز السفار القديم TAU. TAU كانت إكسبيرا. طلبوا لي تجوز السفار القديم. طلبوا لي جميع الاقامات اللي كانوا عندي ديال الصين تقريبا كانوا عندي تقريبا شي خمسة ديال الاقامات. كلهم طلبوهم لي. طلبوا لي عندي واحد آآ هذيك سميته ديال آآ سميته باش اول مرة قادة كنت تخولت للصين. طلبوا لي ذاك الفيزا اللي كتاخد من الصفارة يعني الصينية في الرباط. طي يطلبوها. يعني هؤلاء من الحويج اطلبوا اذيك الكوبي دي لاباش دي لليز انفورماسيون باش اللي كان في الباسبور القديم وجديد يعني اذا كان عندك جواز صفر قديم كتاخذ الجواز الصفر القديم والجواز صفر جديد كتديم كتطعم غير نوسخ وحاجة اخرى هي اول ذاك الستامب لي كيكون في الجواز الصفر تاوي كدفع واخر واحد باش دخلتين الصين تاوي كدفع لهم هؤلاء تقريبا هؤلاء من الحويج اللي كي طلبهم بالنسبة للفلوس الصراحة بالنسبة لي انا صيبتها بصفر صفر دي لهم يعني ما طلبوش لي احتى حاجة بالنسبة لمدة فاش تصيب على حسب انت كتدفع يعني نظر ما المرة كتصيب كتوقات ما خصكت مشي تاخدها بالنسبة للوكا دي للي تقريبا طلبتها في هذا طلبتها انا في اه في السعو عشرين شهر واحد وييفاش تصلو بيا من بعد قالوا لي خصك فمتي للباسبور القديم ديالك تاخد منه الاقامة في مطلة ولا باش دخلتي والفيزا التايل اللي ولا مهم طلبوا بزاف ديال بحويج خديتهم وصفتهم لهم ومن الاحسن ان تبغيت تعطيهم هذه الورقة تعطيهم السكان دي ما انا قل لكم الاخوان دي ما تعطيس السكان ما تعطيس فورما فوطو تسكان ويكون ذلك شي واضح وبين هذا هو اللي كين وهذه الصلاحية ديالات الورقة عدي كتكون صلاحية ديالة تروامو تسعين يوم هذا هو اللي كاتبين هنا اذا ما كان اشي حاجة لي كثيرة مهمة شو اللي كاتبين بالنسبة لاخوان ندوزل النقطة التانية بالنسبة لهذه كيفما قلت لكم تحتاجوها في الخدمات تحتاجوها في القرايات دفعوا البورس اي حاجرة يعني كتحتاجها لانسان ربين حاليا امور يعني واضحة بالنسبة الى بغيت الدفع هذا الى بغيت تاخدها بلصمة انك تمشي للمغرب ولا ترجع تلك المغرب ولا تطلب شي احد في المغرب يصابها لك ستقدر تقوم بت陽inen هنا ك desen سيتمور على المغرب تقولت مشي لدولة واحد اخرى وكنت هنا في الصين وابغيت تصيبها عندك الحق أن تصيبها يعني نقولوا نحن سالية الدراسة لك أو سالية العمل لك ومشيت إلى المغرب في المنزل أن تذهب إلى دولة واحدة أخرى النساء كانت تذهب للسنة أو سنتين وكانت تذهب إلى دولة واحدة أخرى مثل فرنسا أو ألمانيا أو كندا أو أي دولة وقالوا لك أسيدا نحن نحن في دولة الصين نحن نرى ما لديك سوابق ستطلب أي شخص متوجد في الصين ستطلبها لك لا يوجد أي شكل يعني من هذه النقطة لا يوجد أي شخص ستطلبها إن شاء الله يعني لا يوجد أي شكل ندوزن للشهادة الثانية التي تسمى NOC أو لا No Objection Certificate يعني No Objection Certificate هذه الشهادة ليس كل شيء يطلبها ليس كل شيء يطلبها ليس كل الجامعة يطلبهم كان بعض الجامعة يطلبهم لبعض طلبة كان بعض طلبة مغربة كانوا يطلبهم سواء تقرأ اللغة سواء تقرأ تخصص يعني ليس كل شيء يقع لجامعة إذا لم تكن لجامعة يطلبها لك لماذا يطلبها في الغالب يطلبها منك تطلبها تطلبها وماذا هذه الشهادة هذه الشهادة هذه الشهادة التي أردتكم هنا هذه بالنسبة عن سعيد الصين يعني تكتبت بأنك لا تستطيع مشكلة يعني في الصين أو لديك شيء لديك علاقة بالصوابق أما بالنسبة No Objection Certificate يعني لديك علاقة داخل الجامعة يعني داخل الجامعة ما مجمعتها ما يقام عشي بروف ما فمتي ما كانش عندك غيية بزاف ما دربتيش كان فيمتي السلوك مزيان مهم هذا الحويش كامل يدخل في No Objection Certificate هذه تأخذها من ISO International Student Office هذه تأخذها من هذه البلسيين التي تأخذها مننا الناس الذين يأتي في الصين يعرفوا هذا هذا أو من اللغة العربية يسمى مكتب الطلبة الأجانب يعني في حلقك هذا هو اللي كان بالنسبة لها هو إلا كانت عندك ودفعتها في الدوسير راكبسي تعاوتني تعاونك يعني كاتبين بأنك رفمتي رمزيان ولكن إلا كان عندك الغيياب كان عندك الغيياب فمتي كثير ما كيللاش أسمحوا لي الإخوان جا شي أحد كيدق ذاك شي باش قطعت الفيديو باش نكمل كملوا بنسبة لهذا يعني بنسبة لهذا يعني هذا هو فاشك تحتاجها يعني إلا ما طلبتها لك الجامعة ما كيللاش إلا كان عندك الغيياب ولم تأخذها وهذه يقدر يزيدوا لك بعض الجامعة كيدلوا حتى بنسبة الغيياب نسبة الغيياب عندك أو لاشي حالة لذا إلا كنت عارف راس كرام جيدا وهذه تقدر تأخذها وهي ماشي لجامعة كيتلبوها أغير بعض الجامعات من اللي كيشكوا في شي واحد ولا كيبلهم شي واحد لفشكل كيتلبوها وكن صراحة كينتد بنسبة بعض الجامعات كيتلبو لبعض الجنسيات في حال مغربية جزائرية وفي بعض الدول كيتلبو لهم كيسيني والتزام كينين طالب اللي سيني والتزام على أنهم ما عرف شوش نقول أولا مهم كيسيني والتزام على أساس أنهم ما كيستعملوش لا دروغ يعني لا دروغ دكشي دي المريخوانة ولا شي حاجة في حالة كون مهم كيسيني والتزام وكيعطوها تول جامعة مهم تدير كنت تنشرت بعض الجامعات كينين ماشي كل شي وقبل ما تجي يعني منيك تدفع غير البورس ولا منيك تأكسبتها في البورس وكيعطوك هذا باش فمتي باش صيبة يعني الإخوان اللي فمتي اللي مبليوا لاشي حاجة دائماً كنقول لكم لأي واحد عنده شي كان اللي هو سبيسيال دائماً غير صفت ليه باش فمتي نقدر فمتي نعاونك نقدر نعاونك يعني باش مما كان يعني مهمة دول اللي كان بالنسبة للنقطة هذه النقطة اللي مهمته هي بالنسبة للرجوع دي الطلبة للصين اليوم مصبح كان عندنا اجتماع مع مكتب الهجرة آآ كان نتكلمه بالنسبة للرجوع دي الاساسي دا والرجوع دي الطلبة للاجانب يعني عارتي بحالة شبح الجسم النبض عام در الطلبة الاجانب هو هادي مهم أنا بالنسبة لي يخص نتكلم على الطلبة الاجانب هذه هي فمتي الأدول آآ بحالة قلت الموقف ديلي من الحضور ديلي دونك بالنسبة لأناية بني كان نتكلم على الطلبة الاجانب كني بزر دي النقط اللي كيتطرحوا يعني اللي كان نخص نقولهم والحوائج اللي فريموا اعتاروا الانتباه ديالهم اللي ربما ما كانوش ردي لهم لبال هي فاش كان نقول بأنه هالطلبة هادو إلا ما جاوش في سبتمبر يقدر يمشوا لدوه الخرم يعني إلا ما كانوش غادي يجو في سبتمبر رفل غالب يبدو يمشيو يبدو في متى يمشيو لدوه الخرم هادي النقطة اللولا اللي بزاف متى رد لها لبا دونك هاد النقطة هادين اللي هي مهمة هالطلبة هادو اللي السن اصلا هي بغاهم في متى باش يجيو حس كل دولة عندها برامج ديالها و يعني في متى نرضو البلد نقطة هادو يعني بالأس ان في متى ما تولي تستقطب طلبة هادو هادو اللي نرمال مو السن هي في الرتبة الثالثة غايو اللي همشيو اللي هالطلبة دول واحدة اخرى لي اصلا هي بغاهم ضونك باش توصل ديك المنافسة مع بريطانيا باش عاوتين توصل المنافسة مع الولايات المتحدة الامريكية ضونك خدماء الخدماء فهات النقطة هادو النقطة التانية هي بالنسبة الاساسيدة بالنسبة الاساسيدة كين يمزد الاساسيدة اللي كيقرر طلبة الاجانب اللي منهم صانيا كانت تكلم على الصينيين بدرجة عامة بصفة خاصة كين اللي غادي بدو يفقدو الوظائف ديالهم يعني بلاس ما غادي في متى دي بروف ولا شنو غادي يقول لي وفي متى ديك الاساسيدة ما غاديش يبدو يقعو خدمة سايشو اللي كيقرر الباشلور ماشرة دكتورة حاليا الجواب لي أنه الناس بدأت تدير الفاكسن يعني بدأت تدير الفاكسن في العالم كامل لأن الناس حاسة بالمسؤولية. أه سؤالتني أحد البروفاقاتلي أمضره بالنسبة لي وش طلب الأجانب بغي نرجعه لأنه كي يقولوا فضل الحاجة يقول لي ربما كرهوش هم يجيوا من غدار ربما كرهوش من الدابة تحليل اليوم الحدود غريت موجين من داباش دولك طيارات يجيوا ربما كرهوش. يعني حاجة اللي كتبي اليوم أن فمتل طلب الأجانب اللي فريمون بغني يجو. يمكن صوت ديل طلب الأجانب ما مش ما مسموعش ولكن ما كيوصلش بذلك الأسلوب ربما اللي هو ربما يكون مزيان أو لبوحد طريقة اللي هي عقلانية أو لبوحد الأسلوب اللي هو راقي ولكن شاء الله كانت منوحنا إن شاء الله كانت منوحنا من هنا الشرط صعود يكون يعني واحد يعني يرعو الطلبة إن شاء الله في شرطه مهم من شي مع هذا بل يا فمتل بأنه كين واحد الاحتمالي كبيرة 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 بزاف بأن شي حاجة غادي تولي يعني صرتو بن كين واحد نقطة اللي أعطرنا الانتباع ديالا هي العدد للطلب الأجانب حاليا اللي اللي خصوم يرجع تقريباً را غادي توصل دل بفمتي في الفين واحدة وحترين هنا توصل تقريباً ربعمائة الف على برة. وني عادي توصل ربعمائة الف طالب. ربني غادي تجيبهم طوق أوتوماتيكم غادي تحرك واحد بين قوسين بنسبة كبيرة شحويج الفنادق غادي غادي عمرو على الأقل عندك ربعت عشر يوم مرة صورة. ربعت عشر يوم ونت كتجيب يعني كل فمتي في فندق عاول على شحل عدد يعني شحل السعبية دياله والمدن. جيب طلابة ربني غادي تجيب ربعمائة الف حاول فمتي وخا تقسمه من أي حصة كبيرة وهذه. ولكن را عاول بأنه ذك ربعت عشر يوم لعق ديال واحدة وعشرين يوم. را اوتوماتيكم غادي تنعش. بواحد نسبة الاقتصاد ديال دولار من واحدة ناحية. حياتك اي واحد هذي تتم جي من هذو كمناس را اوتوماتيكم جي معها فلوس وجي معها باش غادي يدوز لك الحجر الصحي باش غادي يأكل باش غادي يشرب باش هذي. دونك را كين فلوس تاية غادي تدخل. دونك تاية من ناحية ديال الاقتصادية تاية واحد النقطة اللي هي من زيانة. دونك كين بزب ديال العوامل اللي تم ناقاج ديالهم. آم اللي كتبين بأنه را كين يعني كين هذو كين غادي تكون غادي كون الحل. وفي الغالب في الغالب في الغالب. آآ سبتمبر إن شاء الله. نقدر نكون فيرمي ليكم هته لان فورمسيون. نحن تكون عندي لان فورمسيون. نقدر نكون فيرمي عليكم في شهر خمسة ولا شهر ستاء. قبل نقدر نكم فيا ننكم فيهم لي كون عليكم ًا لا سمحوا ليyr السوت ما شاء لي يا من الصباح sentine درا. يعني النشاء الله لان فورمسيون تية نقدر نكون فيرمي عليكم من بعد فيما كانت شيء ابدأ ولا شيء حاجة. نكفرمي عليكم. مهم هذا هو اللي كان الاخوان بنسبة للفيديو دي اليوم. انتمنى انني ما نكونش طولت عليكم. آآ كانت وصل بزاف دي الاقتراحات بنسبة الفيديوهات. فيديوهات كي كي تطلبوني بنسبة الميتسين. آآ بنسبة النظام الدراسي كيفاش كي يكون الفروض. آآ التنقيات وذلك شي. تاما كانت وصل بهم. وما واضح تاما وحدة اخرى اللي كانتكم اختلفة. هاد كله حطوه في البال. كانت سنة غير نشوف. عشنا ما الحويج اللي كتتتعاودوا بزاف. يعني الحويج اللي فريمو الناس كيسولوا عليهم بزاف. حيث كانت غير واحد الحاجة كي يجي واحد كيسولك عليها. دون كنا فهمت هي كتقول بالليات سنة. كان بزاف صراحة هذه الموضوع كان واحد الموضوع اللي تكلمت عليه في هذا. آآ كان واحد الموضوع اللي توزين انا حاول ندير عليه فيديو. ديال انك من كتقرأ. واش كينا امكانيا انت كتقرأ في الليسونس. ولما تقرأ الماستر دوزل الدكتور. ربما بزاف الناس يقدر يكونوا اول مرة كيسموا على الانفورماسيون هذه. ولكن را كينا. كينا وكينا في بزاف ديال الدول. وتايا ان شاء الله غادي ندير عليها فيديو. ونشرح لكم التفاصيل. دا تكشف ديال. مهمة اخوان عندكم اي حاجة يتبغيوا نتكلم عليها في الفيديو الجايين. خليوا لي غير في التعليقات. ما غير نقطة. حس كل ما كيكونوا لي فيديو فيهم تعليقات بزاف. وللايك بزاف. كل ما كيزيد كينتشر الفيديو. كنشكركم بزاف على المشاهدة ديالكم. ونطلقوا ان شاء الله في فيديو جديد. وتحياتي. والسلام عليكم.